كلام مفصل أقرأه عليكم من مختصر بصائر الدرجات الطبعة التي أشرت إليها صفحة 130 رقم الحديث 102 بسنده عن أبي حمزة الثمالي عن إمامنا الباقري صلوات الله وسلامه عليه يحدثنا عن أمير المؤمنين ماذا يقول سيد الأوصياء سأقرأ جانبا من كلامه فحديثه حديث طويل سيد الأوصياء هكذا يقول وأخذ من الذي أخذه الله سبحانه وتعالى مثل ما جاء في الآية قرآنهم حديثهم واحد إنها العيون الصافية ألا لعنة على الكنيف القذر الذي يأكل ويشرب منه مراجع النجف إنه كنيف النواصب هذه العيون الصافية وأخذ أخذ الله ميثاق الأنبياء بأي شيء بالإيمان والنصرة لنا إيمان الأنبياء هو نبوته أما النصرة فهي التي أخذت في الميثاق وفي العهد المغلض والمشدد عليهم مثل ما تحدثت الآية التي قرأتها عليكم قبل قليل أمير المؤمنين يشير إلى هذه الآية وأخذ ميثاق الأنبياء بالإيمان إيمانهم نبوتهم بالإيمان والنصرة لنا ونبوتهم لا تتحقق إلا بالإيمان بمحمد وعلي ما هي أحاديثهم تقول ما بعث نبي إلا بنبوة محمد وعلي والأئمة من بعده وأخذ أخذ الله ميثاق الأنبياء بالإيمان والنصرة لنا وذلك قوله عز وجل وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم ماذا قالت الآية لتؤمنن به ولتنصرنه الآية هي الآية ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه لتؤمنن به ولتنصرنه يعني لتؤمنن بمحمد ولتنصرن وصيه وسينصرونه جميعا وإن الله وإن الله أخذ ميثاقي مع ميثاقي محمد بالنصره بالنصره بعضنا لبعض فقد نصرت محمدا وجاهدت بين يديه وقتلت عدوه ووفيت لله بما أخذ علي من الميثاقي والعهد والنصرة لمحمد ولم ينصرني أحد من أنبياء الله ورسله وذلك لما قبضهم الله إليه فإنهم قد عاشوا وكانوا قبلي وسوف ينصرونني ويكون لي ما بين مشرقها إلى مغربها متى في الدولة العلوية الكبرى وليبعثنهم وليبعثنهم الله أحياء من آدم إلى محمد من آدم إلى محمد كل نبي مرسل يضربون بين يدي بالسيف هام الأموات والأحياء والثقلين جميعا المراد من الثقلين الجن والإنس يضربون بين يدي بالسيف هام الأموات والأحياء الأموات الذين سيعودون في الرجعة والأحياء الذين هم من أهل ذلك الزمان من أهل الدنيا الذين لم يموتوا الموتة الأولى فيا عجباه وكيف لا أعجب من أموات هذه الرجعة العجيبة الرجعة العجيبة هي رجعة الناس من غير أهل البيت أما رجعتهم فهي الرجعة العظيمة فيا عجباه وكيف لا أعجب من أموات يبعثهم الله أحياء يلبون زمرة زمرة يتحدث عن عن الرجعة للناس في العصر القائمي الأول وهذا الأمر سيتكرر من أن الأموات سيخرجون في زمان الأئمة زمرا زمرا يلبون بالتلبية لكن الإمام يتحدث هنا عن رجعة الأموات في العصر القائمي الأول فيا عجباه وكيف لا أعجب من أموات يبعثهم الله أحياء يلبون زمرة زمرة بالتلبية لبيك لبيك يا داعي الله قد انطلقوا بسكك الكوفة قد شهروا سيوفهم على عواتقهم ليضربون بها هام الكفرة إنهم أهل الكوفة أهل النجف ليضربون بها هام الكفرة وجبابرتهم من هم جبابرته النجف إنهم مراجع النجف ليضربون بها هام الكفرة وجبابرتهم وأتباعهم من جبابرة الأولين والآخرين ممن سيعودون من الأموات من شيعة المراجع ما أنا حدثتكم في الحلقة الماضية من أنه ما بين جمادى ورجب سيخرج الأموات من القبور من الخيرين من الخيرين والشريرين من مقابر النجف مقابر النجف هل يدفن فيها المسيحيون منذ بداياتها منذ بداياتها يعني منذ زمان أمير المؤمنين هل يدفن فيها المسيحيون أم يدفن فيها النواصب الذين يدفنون في النجف هم الذين يقولون نحن شيعة وفي الحقيقة هم شيعة المراجع منذ سنة 329 للهجرة والشيعة في العراق وفي غير العراق ما هم بشيعة علي وآل علي إنهم شيعة مراجع الشيعة فيا عجباه فيا عجباه وكيف لا أعجب من أموات يبعثهم الله أحياء يلبون زمرة زمرة بالتلبية صاحب الزمان يستنصر بهؤلاء الأموات من المؤمنين الذين محضوا الإيمان يستنصر بهم لأن الأحياء من الشيعة ما هم بشيعة علي وآل علي هم شيعة مراجع النجف هم شيعة دين التنزيل الذين قاتلهم علي على التأويل ولا زال علي يقاتلهم لا زال علي يقاتلهم عقائديا يقاتلهم عقائديا في خطبه في زياراته في أدعيته فالقتال في هذا الزمان قتال فكري قتال ثقافي قتال إعلامي عبر أشيائه الذين ينقلون حديثه ينقلون ثقافته ينقلون فكره فيا عجباه وكيف لا أعجب من أموات يبعثهم الله أحياء يلبون زمرة زمرة بالتلبية لبيك لبيك يا داعي الله قد انطلقوا بسكك الكوفة قد شهروا سيوفهم على عواتقهم ليضربون بها هام الكفر وجبابرتهم وأتباعهم من جبابرة الأولين والآخرين حتى ينجز الله ما وعدهم في قوله عز وجل وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا أي يعبدونني آمنين لا يخافون أحدا في عبادتي ليس عندهم تقية وهذا سيتحقق في العصر القائمي الأول قطعا التأويل الأعظم في الدولة المحمدية العظمى ويستمر الأمير فيقول وإن لي الكرة بعد الكرة نحن في العنوان السادس رجعة الأئمة وقلت لكم لعلي رجعة ورجعة وإن لي الكرة بعد الكرة والرجعة بعد الرجعة وأنا صاحب الرجعات والكرات وصاحب الصولات والنقمات والدولات العجيبات وأنا قرن من حديد وأنا عبد الله وأخ رسول الله وأنا أمين الله وخازنه وعيبة سره العيبة الخزانة التي تحفظ فيها الأشياء الثمينة جدا خزانة صغيرة هي العيبة خزانة عزيزة للأشياء الثمينة جدا وَأَنَا قَرْنٌ مِنْ حَدِيْدِ وَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ وَأَخُ رَسُولِ اللَّهِ وَأَنَا أَمِينُ اللَّهِ وَخَازِنُهُ وَعَيْبَةُ وَعِيْبَةُ سِرِّهِ وَحِجَابُهُ وَوَجْهُ وَصِرَاطُهُ وَمِيزَانُهُ وَأَنَا الْحَاشِرُ إِلَى اللَّهِ وَأَنَا كَلِمَةُ اللَّهِ التي يُجْمَعُ بِهَا المُفْتَرِق وَيُفَرَّقُ بِهَا المُجْتَمَع أو قد تُقْرَأُ وَأَنَا كَلِمَةُ اللَّهِ الذي يَجْمَعُ يَجْمَعُ الله بِهَا الرَّهُ وَيُفَرِّقُ وَيُفَرِّقُ بِهَا المُجْتَمَع وسأعودُ إليها حينما نتحدث عن كسر عالم الكرة عن كسر الحقائق كي تعود الأجناس إلى أجناسها وأنا كلمة الله التي يجمع بها المفترق ويفرق بها المجتمع وأنا أسماء الله الحسنى وأمثاله العليا وآياته الكبرى وأنا صاحب الجنة والنار أسكن أهل الجنة الجنة وأهل النار النار هذا هو ملكهم ملكهم العظيم ملك الجنة وملك الكرة وأنا صاحب الجنة والنار أسكن أهل الجنة الجنة وأهل النار النار وإلي تزويج أهل الجنة وإلي عذاب أهل النار وإلي إياب الخلق جميعا وأنا الإياب الذي يؤوب إليه كل شيء بعد الفناء وإلي حساب الخلق جميعا ويستمر أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه يقول ويقول ويقول وهذا هو علي القول وهذا هو قول علي وقول علي هو علي القول